اكتسب قط شهرة واسعة بعدما أظهر مهارة فائقة في سرقة متعلقات الجيران في ظاهرة أثارت انتباه السكان والشرطة في نيوزيلندا وبدأ القط كيث ارتكاب جرائمه الطريفة بسرقة قطاع الملابس والأحذية الخاصة بالجيران لكنه مؤخرا عاد إلى المنزل حاملا بونغ وهي أداة تستخدم للتدخين مع كيس يحتوي مادة مخدرة غير معروفة وقال ديفيد وجيني مالك القط إن طموحته نمت على ما يبدو وأوضحت جيني مازحة اقترحت عليه أن يجب الألماس والنقود لكن هذا لم يحدث حتى الآن وأضافت السكان مستمتعون أكثر من انزعاجهم من القط لكن اكتشافات كيث الأخيرة لفتت انتباه الشرطة ووفقا لمتحدث باسم الشرطة فإنما يثير القلق بشكل خاص هو أحدث اكتشافات كيث الأداة التي تستخدم للتدخين حيث سنستغل الأمر ونسأله من أين حصل عليها ولجأت العائلة الصغيرة إلى وضع المسروقات التي يجلبها كيث في صناديق خارج المنزل بحيث يمكن للجيران استعادة مفقوداتهم لكن مالكي القط يقولان إنه اعتاد سرقة نفس الأشياء بشكل متكرر ترجمة نانسي قنقر